موضوع تنضم معنا مباشرة السيدة رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري بداية مرحبا بك جلسة مجلس النواب اليوم وصفت بالفقيرة وتناولت موضوعات يعني لا تتناسب مع حجم المشاكل في البلاد يعني أنتم كيف تقيمون ما نوقش هذا اليوم تفضلي مساء الخير اليوم قبل جلسة مجلس النواب كانت هناك جلسة أخرى في الساعة الحادي عشر رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتلة السياسية تم الحديث عن خطط العمل لهذا الفصل التشريعي الذي نحن فيه الجديد تم الحديث عن القوانين المهمة أو الأولويات بالنسبة للشارع العراقي بالنسبة للحكومة العراقية بالنسبة للمواطن العراقي بدمته تم الحديث عن تشريع بعض القوانين مثلا موضوع قانون الخلمة المدنية قانون المحكمة الاتحادية قانون الاستثوار المعدني إلغاء مكاتب المفاتشين العموميين أيضا يعني قانون الضمان الصحي أيضا يعني تم الطلب من أو يعني مقترح أنه نطلب من رئاسة مجلس الوزراء بإرسال قانون النفط والغاز قانون التصنيع الحربي قانون موضوع معالجة أزمة السكن هذه القوانين التي طلبنا منها طلبنا من رئاسة مجلس النواب وأيضا يعني من رئاسة مجلس الوزراء وأيضا يعني هي متواجدة في داخل مجلس النواب هناك منها من قرأت قراءة أولى هناك من قرأت قراءة أولى وثانية وهناك نحن نتأمل أن نقرأها أيضا هناك كانت تم الحديث عن سيادة دولة العراق والأحداث الأخيرة التي حصلت وتم تشكيل لجنتين من القوى السياسية ومن اللجان الفرلمانية المعنية لجنة لمتابعة موضوع حماية سيادة القانون والدولة وأيضا الموضوع الثاني هو تشكيل لجنة أيضا من القوى السياسية واللجان المعنية كحقوق الإنسان واللجنة القانونية بصدد المغيبين والمفقودين والنازلين طيب سيدة فيان نائب يكشف عن توفر أدلة ووثائق تدين وزراء النقل والزراعة والصناعة ويؤكد قرب استجوابهم هل سنرى استجوابات حقيقية أم كما جرى سابقا استجوابات سياسية دون محاسبة مفسد يعني لحد الآن ما شفنا مفسد خلف القضوان تفضل يعني هناك التقرير الحكومي الذي أصدر من قبل رئاسة مجلس الوزراء كان قبل العيد ويضا هناك كان تقرير من قبل لجنة التخطيط الستراتيجي كانت هناك نسب إنجاز بالنسبة لبعض الوزارات نحن طالبنا بأن تكون هناك من قبل لجنة التخطيط الستراتيجي أن تكون العديد من الاستضافات يعني أكثر عدد ويضا طالبنا بأن تكون هناك من قبل اللجانة البرلمانية تقرير أولي عن إداء الوزارات وأن يكون هناك متابعة للإداء لأن مجلس النواب هو الهيئة الرقابية التي تراقب الوزراء قد تكون هناك نسب الإنجاز بالنسبة لبعض الوزارات أقل من بعض الوزارات وهناك أيضا بالإجمال هناك نقد على موضوع حقيقة عمل الحكومة أيضا أنا أكون بصراحة هناك نقد على موضوع عمل مجلس النواب قد تكون السنة الأولى عادة هي سنة صعبة يعني كان موضوع الفصل الأول موضوع الموازنة الفصل الثاني تقريبا كان موضوع يعني بعيدا ستفيان عن ما مثلا أنجز بالوزارات خلال هذه الفترة وإن كانت الفترة ليست بقليلة لكن هل تتفقين معي مثلا أن ليس هناك مثلا وزارة خالية من الفاسدين والمفسدين لا أنا لا أقول ذلك بل بالعكس أنا أقول أنه نسب الإنجاز قد تكون متفاوتة قد تكون مختلفة أيضا كان هناك تناقض بين تقرير الحكومة عن تقرير بلجة التخطيط الستراتيجي نحن في ذلك الحين يعني التقرير الحكومي قال بأنه 79% نسبة الإنجاز نحن عندما درسنا الموضوع كان هناك 36% نسبة الإنجاز أيضا كما قلت لك يعني هذا الموضوع نسبي بالنسبة لبعض الوزارات قد تكون نجحت في ملفاتها ممكن نعم وبعض الوزارات لم تنجح وأخفقت لذلك السبب يعني نحن نتأمل بأنه يكون هذا الفصل بلا شك يعني كثرة الاستضافات أو الاستضافة هو بشكل عام يعني ليس يعني هو من نعم لربما هذا الفصل يكون الفرصة الأخيرة يعني من ضمن مجلس النواب يعني حتى بدأ الشارع يعني يزداد غضبا من سوء الخدمات يعني لن نستطيع أن نقول بأنه لم تؤدي الوزارات يعني شيء الكثير ولكن أيضا في نفس الوقت كما قلت لك يعني هي سنة من عمر الوزارة قد تكون قليلة بعض الملفات أيضا بعض الوزارات تكون حديثة ووزارة أخرى مثلا وزارة التربية لا زالت لم يتم التصويت عليها يعني هذا الموضوع هو بلا شك يعني مؤثر فعلا على الشارع العراقي مؤثر على عمل الدولة العراقية هناك موضوع العمل بالوكالة لا زال هو لم يحسم لأنه احنا يعني صوتنا على أنه يكون شهر العاشر آخر فرصة لهذا الموضوع هذا الموضوع يعني كله هو بلا شك يعني من صميم يعني عمل مجلس النواب أن نراقب هذه الأدوات التي لدينا وأن نحاول على أن نصلح ما يمكن أن نصلحها عن طريق الرقابة ومن خلال التشريعات بلا شك طيب نواب أكدوا أن تلويح واشنطن بالعقوبات ضد الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أحادية وليس لها تأثير يعني هل فعلا الأمر بهذا الشكل يعني العراق يجب أن ينأى بنفسه عن المحاور حقيقة يجب أن يكون هناك تفكير أو يعني وجه أو توجه وطني طيب الجميع متفق على أنه العراق هو أولا وأخيرا فإذا كانت هناك يعني أي نستطيع أن نقول يعني شرخ في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك معالجات معالجات بلا شك برلمانية معالجات أيضا حكومية بالنسبة لهذا الموضوع يعني العراق اليوم في حقيقة الشرق الأوسط كل ديغلي ونحن نعلم بأنه هناك الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية ونحن لا نتمنى أن يكون العراق صاحة حرب أو يكون صاحة يعني صراع بالنسبة للقوى إذا كانت الإقليمية أو العالمية نحن يكفينا ما كان بنا من لدينا من مشاكل من أربع سنين من حرب الداعش اليوم يجب أن تكون مرحلة البناء مرحلة الإزدهار مرحلة أن يكون الشارع العراقي والمواطن الإعداقي هو أولا وأخيرا ممتاز طيب نائب اتهم إقليم كردستان العراق بالاستيلاء على 25 تريليون دينار من نفط كاركو خلال ثلاث سنوات يعني مواقعية ذلك سيدي الموضوع بهذا الشكل نحن 2005 كان هناك نسبة أقليم كردستان 17% ولكن حتى عندما أتت 17% إلى حدود تقريبا 2014 وأكثر همينة لمن كانت هناك هذه النسبة طبعا 2014 أصلا قطعت بالكامل ولكن حتى عندما كانت 17 لم تأتي إلى أقليم الكردستان بهذا الشكل يعني لم تأتي 17% عادة كل سنة كانت تأتي 10 إلى 11% أو في بعض الأحيان أقل من 10% أيضا هذا الحديث تم عن طريق الأرقام وهناك أرقام وهناك إثباتات عن هذا الكلام أيضا هناك اليوم يعني هو بعض النواب قد تكون هناك لديهم أبعاد شخصية قد تكون لديهم بعض المواضيع التي متعلقة بهم يعني هم أنفسهم لذلك السبب نحن نرعى بأنه هناك بادرة خير وهذه هي البادرة بمجيء الوفود من أقليم كردستان إلى بغداد وأيضا بالعكس يعني مثلا من بغداد إلى أقليم كردستان يعني الفرصة الآن سانحة لتقريب وجهات النظر ويجب على مجلس النواب ومجلس النواب هو عمل تقريب وجهات النظر هو عمل على أنه يقلل من الأزمات من التأزيز يعني من التأزيم بالحوار يعني نحن عملنا أنه نحاول أن ننظر إلى الوجهة الوطنية فإنما تكون هناك يعني من أول يوم جرسة أول جرسة يعني يخرج بعض النواب على أنواي يتكلموا بشأن أرقام معينة هذه الأرقام لتترك إلى الحكومتين هناك حكومة تقليم كردستان وحكومة اتحادية سيجلسوا معا وزراء المالية وزراء النفط وزراء الموارد يعني هذه الأمورات كلها تحال عن طريق الحكومتين بلا شك ولكن أيضا مجلس النواب هو عمل تقريب وجهات النظر عمل يعني لا يدخل في جزئيات المواضيع لأنه إذا ندخل في جزئيات المواضيع لكن أيضا من أهم معمال أنه كان يكون رقيب يعني على الوطنية نحن نقول نحن أنا أؤكد لك أنه الرقابة بلا شك ولكن كما قلت لك يعني الحال يكون عن طريق الحوار المباشر الحوار البناء والعلاقات اليوم مفتوحة يعني بالعكس يعني هناك كان وفد أتى إلى أقليم كردستان وأيضا كانت هناك مبادرة السيد رئيس الوزراء السيد مصور بارزاني عندما أتى من أول يوم يعني أول جلسة لرئاسة مجلس الوزراء ثاني يوم هو أتى إلى بغداد وتكلم بشفافية واليوم أيضا هناك تكلم عن أرقام بشفافية وهناك ديوان الرقابة المالية ليأتي ولننظر بالأرقام ولكن أن يخرج مع جموعة من النواب وأن يصرحوا بشكل هذا باعتقادنا هذا هذه التصريحات هي تصريحات لإدعاء الشخصية أو قد تكون هناك يعني مزايدات أنا لا أستطيع أن أتكلم أكثر عن هذا الموضوع ولكن هناك حكومتين وهناك وفود وقد يكون في الأسبوع هذا المقبل إن شاء الله زيارة من وفر غير كردستان إلى بغداد وستحال هذه المواضيع إن شاء الله عن طريق الحوار ونحن نتأمل خيرا بأن تصفر كافة هذه المواضيع العالقة بين الحكومة الاتحادية وبحكومة تقليم كردستان إن شاء الله رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا موسيقى